طب انا عايز اعمل ضايت وزني كتير ومأثر على رقبتي الغضاريف بتاعت الرقبة بتاعتي شبه متأكلة. طب اعمل ايه? اعمش نظام ضايت ازاي? بص اما بديجي نتكلم مسلا وليكن عن الضايت في البداية. ماشي انا تمام انا ليه حلقة تلفزيونية عاملها قريب كانت على احد القنوات المصرية اللي موجودة في تركيا. بقول فيها ايه بقولي السمنة ديها تسبب لاكتر من خمسين مرض. منها مشاكل الاعظام المختلفة. والدكتور الاعظام الشاطر دايما يبعت لدكتور التغذية يقول له انزل في الوزن لان ده حملة على العظم. والحملة اللي على العظم اعمل لك تآكل في الغضاريف بتاعتك. فتركيا ان ما هو بيخس بتوبى دفع قوية جدا ان هو يستطيع ان هو يعني حتى لو هيبقى فيه التقام او اه يعني هيبقى مثلا هنقدر ان احنا العضو هيرجع لطبيعته مرة تانية ما يحصلش تآكل علشان ما يرجعش مرة تانية لان ما فيش حمل. الحمل لو خفت القائية ان الجسم بيتعافة القائية. فعشان كده معظم الناس اللي بتخس بتبقى دفع قوية جدا ان هي تستطيع ان هي تحل المشكلة العظام. طب يا دكتور احمد انا دلوقتي انا عندي مشكلة كبيرة. الاصل ان انت بتعملي حاجتي. الحاجة الاولانية ان انت آآ نعرف هل انت صحيا بخير. هل مسلا هناك مشاكل صحية. يعني آآ مسلا مشاكل الجودة الدراقية ممكن يعني مسلا قصور نشاط الجودة الدراقية ممكن يبساب في السمنة اللي موجودة عندنا. فلابد ان احنا نعمل مسلا فحصات في البداية هل عندنا مشاكل في الجودة الدراقية او عندنا حتى اعراض بتوح ان احنا عندنا مشاكل في الجودة الدراقية يا ولا لا. ده كده السؤال رقم واحد. هل مسلا عندنا انيميا لانيميا سبب برضو في آآ السمنة وزيادة الوزن. لو احنا عندنا انيميا ممكن تبقى الانيميا سبب في زيادة الوزن اللي موجودة عندنا. فلابد ان احنا برضو نعمل فحص صور الدمي كاملة علشان نتأكد ان احنا ما عندناش انمية لانها سبب في زيادة الوزن عندنا. ايضا تحليل فيتامين دال وفيتامين بي اتناشر. نقص فيتامين دال ونقص فيتامين بي اتناشر الدراسات بتأكد ان لهم برضو دور كبير جدا اه او نقصهم بيسبب زيادة في الوزن والسمنة. فلابد ان احنا نعرف ما هي طبيعة الجسم في البداية قبل ان نتحدث عن التخسيس. اصلي انت دلوقتي قلت لي مرض كنتيجة لشيء اه مثلا لزيادة الوزن عندنا. فلابد ان احنا نعرف برضو ما هو سبب السمنة اللي موجودة عندنا. هل هي سبب السمنة اللي موجودة عندنا اه مثلا اه سوء التغذية. هتقول لي سوء تغذية وسمنة. الناس بس تفهم ان سوء التغذية يعني شخص نحيف. الكلام ده مش صحيح. سوء التغذية دي يعني ان انت ممكن يكون عندك فقد فقد في بعض العناصر في الجسم. تبقى سبب في سوء التغذية اللي عندنا وكان فيه لنقص بعض العناصر المعينة. اه يحدث عندنا اه اه سمنة. زي ما احنا اقول لنا مسلا فيتامين دا الفيتامين با اتناشر. ممكن تبقى سبب. فاحنا ما نيجي نقول مسلا ولكن عايزين نخسر الوزن. في البداية لابد ان اعرف ما هي طبيعة جسم الشخص اللي قدامي علشان استطيع ان انا ساعده. دي نصيحة رقم واحد. بقى عرفنا عرفنا طبيعة جسمه بنبدأ نحدد البروتوكولي الالاجي الانسب ليه بنان على طبيعة اه جسمه. فالاصل في 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 التخصيص. اه. لكن هناك بعض النصيح ممكن نصحها بشكل عام اه يعني اه خلال الرجيم. لو انت ماشي على الرجيم معين هقولك على بعض النصيح تعمليها. ايه هي? طبعا يفضل ان احنا مسلا اه ان يعني ان بعض الحاجات نركز على البروتينات في الوجبة بتاعتنا. البروتينات مسلا زي ايه? يعني مسلا ما بنيجي نقول اه يعني الرجيم انا لسه ما روحتش لدكتوري التغذية ولسه مش مالكة ما روح لدكتوري التغذية. النصيح دي امشي بها لحد ما روح لدكتوري التغذية. فالاصل انا تابع مع حد علشان اعرف طبيعة جسمي يعني زي ما انا قلتي لك كده في البداية. لكن اه دي هتمشي عليه هتساعدك في ان انت تخسي لحد ما ربنا هيكرم وتروح لدكتوري التغذية وتتابع معاه. ماشي? يبقى احنا اقولنا اول حاجة يفضل ان احنا نحط البروتينات بتاعتنا في الاكل ومنقول بروتينات بنقول الزبادي. الزبادي ومنقول الزبادي بنحدد الزبادي خالي الدسم. لابد من شرب اكثر من زجاجة ونصف بشكل يومي بما يعادل اتنين لتر مية يوميا على الاقل. لكن ممكن ان نوصل لتلاتة لت. ممكن نوصل لتلاتة ونص على حسب الوزن اللي بتاعنا. طب انا بعرف ازاي باسم الوزن بتاعها على تمانية. يعني لوزن تمانين يبقى على تمانية يبقى انا مطلوب اشرب عشر الكوبات يوميا. يعني اتنين ونص لتر مية يوميا. لو انا مسلا وزن تمانين اكتر من كده ببقسم على تمانية. اللي بيطلع عدد الكوب حجم الكوب متين وخمسين ميلي. المشي على الاقل يوميا عشرين دقيقة. لو انا عايز اخس وما بمشيش يبقى ما فيش فايدة. هتمشي على نظام وهتمشي وبعد كده في الاخر ما فيش رياضة. الا ازا كان الوزن بتاعنا زايد قوي او زايد عن اللازم قوي. فانا مش قادر ان انا مسلا وليكن ان انا اعمل رياضة. يبقى في الاصل ان انا ماشي امشي على نظام جزائي. ومع هذا النظام الجزائي ومع النظام الجزائي اللي انا ماشي عليه. لحد ما اخس شوية ابدأ مدخل الرياضة. ولو انا مش قادر مسلا وليكن نلعب رياضة مسلا للوزن ممكن نعمل علاق طبيعي وتأهيل. نعمل بعض الاشياء اللي ممكن مسلا برضو تساعد على حركة الجسم. عايزين نخس يبقى لازم يبقى في حركة وفي رياضة. على الاقل لعشرين دقيقة يومية. بنقول يعني بنقول ممنوع تناول الحلويات نهائيا. اه وما واقول نهائيا مش معنا زالك ان احنا نمنحها بشكل كلي. ما اقول ممنوع اه ممنوع كده للظاهر. الحاجات دي هتسبب لنا زيادة في الوزن. لكن ممنوع بنقول ما تحرميش نفسك. يعني انا مسلا دلوقتي انا مسلا المفترض ممنوع ان انا اكل مسلا وليكن اه كنافة مسلا. او الحلويات باكل كنافة باكل منها كتير قوي. ممكن لو تحط قدامي الحلة كده قدامي او البتاع كاملة كده قدامي اقولها في نفس واحد بدون ما اخد نفس. مثلا انا شخصيتي معروفة كده. انا مش هقدر اقاوم. يبقى ساعتها ان انا مش هحرم نفسي لو منعت نفسي تركيا يوم اتنين مش هتقدر تقاومي بعد كده ترجع لنفسي لعادة مرة تانية. فالاصل ان احنا نبدأ نغير بالتدريج. يعني بالتدريج انا مثلا باكل متعودة اكل يوميا مثلا تلت قطع كنافة. لا خلاص انا الاسبوع ده قررت ان انا هاكل كطعتين كنافة فقط. وبعد هذا الاسبوع خلاص انا هاكل كطع. الاسبوع التاني ااكل كطع ونص. لحد ما ابدأ ااكل كطع مسلا صغيرة. وبعد كده ابدأ اقلل وبعد كده خلاص يبقى حطة صغيرة يوم بعد يوم وهكزا. واجي كده على نفسي مسلا كلت كطع بحجم علبة الكابريت او كطع بحجم الاسبع مسلا كده اروح اه وبعد ما اكلها اروح اهم حاجة تروح جاية جده او جده على كتفك وتروحولي علشان تعرفي ان انا مش حرمك من اي حاجة. علشان برضو ايه تقول كلمي نفسك كده الناس هتقول عليك مجنونة بس مش مشكلة. سيبك من الناس اهم حاجة انت تبقى مبسوطة. يبقى كده تيجي على نفسك كده وتبطبع على نفسك كده. وتقول علشان تعرفي ان انا مش حرمك من اي حاجة. وعلشان يبقى احنا كده ايه نقطة الحرمان. ممنوع الحرمان في التخسيس. لكن زي ما قلنا كده بالتدريج بنبدأ نقلل مسلا من الكميات الحاجات اللي بتزود في الوزن. المشروبات الغازية لها فوايد صحية في التخسيس. مش في التخسيس. هي لها فوايد صحية في حاجات تانية. مش في التخسيس ابدا. نقول ان مشروب الغازي بيدينا ان واحد ملي فقط بيدينا سبع سعرات حرارية. تخيال لو انت بتشرب خمسمائة ملي فقط اللي هي لعلبة الصغيرة. شوف. او بتشرب مثلا واحدة زي كده مثلا يوميا مثلا ليكن من مشروب غازي يوميا. شوف انت كده بتاخد كل احتياجاتك من السعرات الحرارية. في دي. يعني يبقى تخيالي شوف انت ممكن تزيدي زيادة في الوزنة قدي. فممكن تكون يماشي على نظام جزائي وبتلعب رياضة. وابتكل اكل قليل عشان تنحفهم وبتنحفيش. لكن ما تعرفيش ان واحد ملي من المشروب الغازي بيدينا سبع سعرات حرارية. يعني سعرات في سعرات في سعرات يعني زيادة في الوزن بشكل كبير جدا. فلابد ان احنا اول حاجة ما نتكلم فيها لابد الابتعاد عن المشروبات الغازية حتى وان كانت مخصصها للضيط. لكن برضو عشان ما نبخصش بحق المشروبات الغازية. المشروبات الغازية لها بعض الفوائد. ايه فوائد المشروبات الغازية دكتور احمد? بشكل بسيط بنقدر نوني لمشروب الغازي افضل فايدة ليه. افضل ملمع للاصطح والحمامات على الاطلاق على وجه الارض. جيبي كده اي اه سمولة اه. اه جيبي اه جيبي كده سمولة مصدية كده مسلا وليكن عندي كوينت مش عارفة تستخدميها. دي بي جيبي كده سمولة مصدية وحط عليها بس مقطتين من المشروب الغازي. بتفك في لحظات. فما بقولك على وجه الارض ان المشروب الغازي افضل اه يعني افضل ملمع ومنظف للاصطح والصدق ومعالج للصدق بشكل فعال فساعتها اقولك استخدام المشروب الغازي في الاستخدام الصحي بتاعه وما اندخلوش جوه جسمنا. المشروب الغازي بيسحب لنا الكلسا من العضم بتاعنا فيزود من تأكل العضم وتأكل الغضاريف بتاعتك. فلو بنشرب مشروبات غازية كتير فتلقائيا منها بنزيد في الوزن ومنها بناكل في الغضاريف بتاعتنا عدم التأم العضم مرة تانية واعادة تجديده مرة تانية. طبيعي ان الجسم اصلا بيجدل نفسه. يعني كل ست شهور الجسم اصلا بيجدل نفسه بنفسه لو توفرت لي ظروف اه صحية. الظروف الصحية ان احنا نبعد عن الحاجات اللي بتفسده. هو بيصلح نفسه لكن احنا بنفسده. وانت مفكر انا اسيبك كده عايش كده على طبيعتك وكويس? لا. لا ده انا اطلع عينك. هشرب مشروبات غازية طول اليوم. هشرب شاي وقهوة ونسكافية وكل الحاجات دي اشربها طول اليوم. تلقى اي? يعني مشروبات الغازية. الشاي والقهوة والنسكافية والحاجات دي هتنبدأ نقلل منها بشكل كبير جدا. مشروب الغازية ياريت نمنعه. اه بالشاي والقهوة والنسكافية. وما اقول لك نمنع زمان لو تفتكر ما اتكلمت معاك في البداية. ما اقول لك نمنع مش معنى ان احنا نمنع ان احنا هنه اه تدريجيا. اه تدريجيا. باشرب مثلا وليكن كوباية يبقى نص كوباية لمدة شهر مسلا او اسبوعين. وبعد كده ابدأ نص كوباية وبعد كده ابدأ استخدمها في صدام الصحيح بتاعها في تلميع الاسطح والتنظيف. تمام تمام. اه جاوبتك كدرت اجاوبك على سؤال? اكيد اكيد. مم حبة تسألها سؤال تاني. ممكن حضرتك انا عايزة رقمك عشان اتوصل عليك مسلا ممكن. ماشا. ليه اسئلة كتير مش هتنفعها. تمام حاضر.